أضافت المعارك الأخيرة المندلعة في المناطق التابعة لصنعاء والجوف والمحاذية لمارب أرقاماً جديدة لمخيمات النزوح فالمواجهات التي شهدتها مناطق نهم بصنعاء وصرواح بمارب والمتون بالجوف هجرت أكثر من ثلاثمائة وثمانين أسرة من منازلها ووفق تقرير حديث للأم المتحدة فإن هذه الأسرة نزحت من تلك المناطق خلال أسبوعين فقط مع الإشارة إلى نزوح خمسمائة عائلة داخل نهم وأربعمائة في الجوف التقرير التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تحدث عن تعرض مخيم الخانق في مديرية مكزر لقصف مدفعي في نهاية ينائر الماضي ما تسبب بالنزوح القسري لألف وخمسمائة وخمسين أسرة صوب مارب بتأكيد الوتشا فإن النازحين وجدوا أنفسهم في العراء ينامون في الشوارع أو في ظروف مزدحمة وفي وضع صحي متدهور وصعوبة في توفير المواد الغذائية فضلا عن مستلزمات مواد التدفئة في الشتاء القارس تبدو الإشكالية في أن قدرة المدن المستقرة على استقبال حالات النزوح لم تعد كافية فبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن مارب تبدو مجهدة من استضافة مئات آلاف النازحين حيث استقبلت إثني عشر ألف شخص خلال الفترة الماضية استمرار المواجهات قد يزيد من أعداد النازحين ويمكنها وفق تقديرات أممية تشريد ما يصل إلى خمس عشرة ألفا وخمسمائة أسرة مع الأخذ بالاعتبار وجود حالات نزوح غير معلنا عنها فالتقديرات الدولية منحصرة في نطاق المخيمات لكن المؤكد أن النازحين داخل أو خارج المخيمات لا يحصلون على المأوى الآمن والمستلزمات الصحية والماء النظيف ترجمة نانسي قنقر